موسيقى خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة والمشايخة والمواطنين موسيقى مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد يناقش تطورات الأقليمية والدولية موسيقى ولي ولي العهد يصل باريس في زيارة رسمية لفرنسا يلتقي خلالها الرئيس أولاند قتلوا الجرحة في قصف من ميليشيات الحوث وأقوات المخلوة على مدينتي عدن والتعز موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة قبل أن نبدأ تفاصيلها ننتقل إلى زميلة مريم وافتتاح السوق السعودي إليك شكرا لك حفظة إذا مشاهدين افتتاح السوق السعودي الآن على ارتفاع في مستويات 9300 نقطة مرتفع 20.90 النقطة المئوية ما يعادل 20% تصل قيمة التدولات الآن تزيد عن 72 مليون ريال إذا نلقاكم بعد نصف ساعة من الآن لتفاصيل أكثر عن السوق السعودي وننتقل لنشرة الأخبار مع زميلة حفظة أهلا بكم مشاهدين من جديد في تفاصيل هذه النشرة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الصود أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمشايخة وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بشهر رمضان المبارك وتشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفصل بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محفظ جدة وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبد العزيز بن سعود وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ميقرن وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشاري بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بديوان ملكي وصاحب السمول ملكي الأمير سعود بن الحسن بن سعود بن عبد العزيز رفع صاحب السمول ملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال معواقين باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها والمستفيدين من خدمات مراكزها رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز لصعود لرعايته اليوم وضع حجر الأساس لمشروع خير مكة الاستثمارية الخيري الذي تقيمه جمعية أطفال معواقين بمكة المكرمة وأكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين هذه المناسبة تجسد ما توليه الدولة من اهتمام ومساندة لمؤسسات العمل الخيري وقناعاتها بالدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية ترأس صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وللعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية اجتماعا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من تطورات الأوضاع الأقليمية والدولية كما بحث المجلس عددا من الموضوعات السياسية والأمنية واتخذ بشأنها توصيات اللازمة رأى صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تخرج دور الثامنة والثمانون من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض وكان في استقباله لدى وصوله كلية ملك فيصل الجوية رئيس هيئة أركان العمل فريق أول ركن عبد الرحمن بنيان وعددون من القادة العسكريين وأكد قائد الكلية في كلمة بالحفل جهزية الطلب الخريجين من خلال إكمال متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي علميا وعمليا إثر ذلك جرى تسليم راية الكلية بعدها أدى الخرجون القسم ثم أعلنت النتائج وسلم ولي ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة عقب ذلك عزف السلام الملكي والتقطت الصور التذكارية للأمير محمد بن سلمان مع الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم حضر الحفل أصحاب المعالي والفضيلة وكبار مسؤولي وزارة الدفاع وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والملحقون العسكريون لدى المملكة وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة للصعود ولي ولي العهد نائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس في زيارة لفرنسا يلتقي خلالها الرئيس فرانسوا أولاند وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله مطار أولا وزير الدولة لشؤون البرلمان جامال ليوجين ورئيس عام المراسم الفرنسية لوانس تافيني كما كان في استقباله وزير الخارجية عدل جبير وقادة قوات البحرية الفريق ركن عبد الله السلطان والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى فرنسا الدكتور علي القرني وعضاء السفارة ويضم الوفد الرسمي لولي ولي العهد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عدل الفقية ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الثقافة والعلام الدكتور عدل طريفي ووزير الخارجية عدل جبير ووزير الدولة عضو مجلس وزراء خالد العيس ووزير الصحة المهندس خالد الفالح ورئيس استخبارات عام خالد الحمدان وعدد من المسؤولين وتكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع التغيرات الدولية والأقليمية التي تتطلب تبادل الأراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعا متميزا التقرير التالي يصلت الضوء على تطور العلاقات بين الرياض وباريس حافل بالزيارات التاريخية المتبادلة بين زعماء البلدين العام 1967 كان شاهدا على لقاء تاريخي هو الأول من نوعه جمع الزعيمين الملك فيصل والرئيس الفرنسي شارل ديغول تلك الزيارة التي عزز تواصل العلاقة بين الرياض وباريس قبل أن يشهد العام 1973 ميلادية زيارة أخرى للملك فيصل في عهد الرئيس جورج بومبيدو الملك خالد زار فرنسا مرتين خلال عامي 78 و 81 فيما كان السجل الزيارات حافلا بأربع زيارات للملك فهد حينما كان وليا للعهد وبعدما عين ملكا عام 1984 الملك عبدالله بن عبدالعزيز زار باريس عدة مرات عندما كان وليا للعهد وكانت الزيارة الأولى في عام 1981 ثم في عام 1985 و عام 1998 كما وصفت الزيارة التي قام بها الملك عبدالله في أبريل عام 2006 بالتاريخية حينها خرق الرئيس الفرنسي جاك شيراك قواعد البروتوكولات في مراسيم الاستقبال والتوديع الأمير سلطان بن عبدالعزيز زار فرنسا عدة مرات منذ عام 1983 كما اجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوان متران عام 1986 وتكررت زيارات الأمير سلطان لباريس عام 1997 و 1999 فرنسيا زار جاك شيراك فرنسيا زار جاك الرياض أكثر من مرة كانت في عام 96 و 2001 عام 2005 قام الرئيس الفرنسي جاك شيراك على رأس وفد كبير بزيارة إلى المملكة لتقديم التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله واستمر جسر التواصل ممتدا بين الرياض وباريس حيث استقبل الرئيس الفرنسي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الثامن والعشرين من مايو عام 2013 قبل أن يشهد العام الماضي وتحديدا في سبتمبر زيارة رسمية للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد كان على رأس مستقبليه حينها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ولم تكن دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لزيارة الرياض ضيف شرف على القمة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي في الخامس من مايو الماضي مفاجئة لمراقبي السياسة على الرغم من كون هذه الدعوة سابقة في تاريخ قمم المجلس وشرفا دبلوماسيا لم يحظى به أي زعيم دولة غربية من قبل عبدالرحمن بن مزيد الإخبارية أشهد وزير خارجية عدل جبير بالعلاقات السعودية الفرنسية واصفا نياه بالعلاقات التاريخية والمتينة وأشهد جبير إلى أن زيارة سمو ولي ولي العهد العاصمة الفرنسية ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات غدا لي سمو ولي ولي العهد لدولة فرنسا الصديقة وهناك عدد كبير من المواحثات من الأمور سيتم بحثها كما أنه من الواقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة وكما تعلمون فرنسا والمملكة العربية السعودية لديها علاقة تاريخية ومتينة وإستراتيجية ونحن نثمن هذه العلاقات كثيرا وتبادل الزيرات من قبل المسؤولين على مستوى عاري جدا يعكس مدى متانة هذه العلاقات والقنوات المفتوحة القائمة بينهم في التشاور في كل الأمور بين البلدين كما قلت في البداية نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات ونسعى بتوجيهات من سيدي خادم محمد الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز أن نعمل لتكثيف وتعزيز وتقوية هذه العلاقات المتينة من جالبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن العلاقات بين المملكة وفرنسا متميزة مؤكدا أن البلدين لديهما رغبة في تقوية العلاقات على كافة المستويات مؤكدا ثقته بأن الزيارة ستحقق نجاحا كبيرا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ممتازة جدا وقد قررنا معا أن نجعلها نموذجية وعلى أعلى مستوى وهذه الرغبة في تقوية العلاقات تتم ترجمتها بهذه الزيارات التي تتم على أعلى المستويات ومن خلال التفاهم المتواصل وقد عملنا كثيرا من أجل التحضير الجيد لهذه الزيارة ونثق في أنها ستحقق نجاحا عظيما لقد ذهبت إلى شرق الأوسط للقاء الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الإسرائيلي وذلك انتلاقا من تحليلنا بأنه يجب التقدم في القضية الفلسطينية الإسرائيلية ويجب أن يتم إنصاف الفلسطينيين وتحقيق سلام العدل وهذا موقف مشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا للمزيد تنضم إلينا من باريس مرسلتنا هودا محمد هودا أهلا بك معنا إلى هذه النشرة في البداية لو نتحدث عن تناول وسائل الأعلام الفرنسية لزيارة سمو ولي ولي العهد إلى باريس وسائل الأعلام الفرنسية أعطت حيزا هاما لهذه الزيارة إذاعت مونتي كارلو مثلا وصفت الزيارة بالتاريخية ووسائل أعلام أخرى قالوا أن هذه الزيارة ستكون مهمة جدا في تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية كذلك بين فرنسا وبين المملكة العربية السعودية وكذلك قالوا أنها مهمة في هذا التوقيت بالذات بعد زيارة موسكو وبعد كذلك الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ماذا عن الملفات التي ستطغى على المباحثات السعودية الفرنسية اليوم؟ اليوم سيكون حافلا باجتماعات سياسية واقتصادية صباح اليوم يلتقي بجال الأعمال السعوديين والفرنسيين كذلك وزراء من السعودية أذكر منهم وزير الصناعة ووزير التجارة سيلتقونا في منتدى الأعمال الفرنسي السعودي لإنضاء عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة أهمها النقل المواصلات والصحة وكذلك الطاقة الشمسية وعدة مجالات أخرى بعد ذلك سيكون هناك اجتماع هام في وزارة الخارجية في أول عدد من اللجنة المشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الفرنسي بعد ذلك سيكون لقاء خاص بين سمو الأمير ورئيس جمهورية فرنسا فرنسو أولند بقصر الإليزي لينتقل بعد ذلك سمو الأمير إلى مقر إقامته أين سيلتقي أيضا بقادة العمل الإسلامي من باريس وكذلك سيلتقي آخر اليوم بمدير معهد العالم العربي بباريس لينتهي اليوم على هذه اللقاءات التي سيعلن لاحقا عن الاتفاقيات التي ستناقش في قصر الإليزي وفي وزارة الخارجية وغدا هو مخصص للقاء حسري مع وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودغيا أشكرك مراسلتنا من باريس هودا محمد شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ومن المقرر أن تركز مباحثات صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس وزراء وزير الدفاع مع المسؤولين الفرنسيين على سبل تعزيز العلاقات الثنائية كما تتناول مباحثات التطورات الإقليمية والتعاون بين مملكة وفرنسا لدعم استقرار وأمن المنطقة استراتيجية متميزة تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية حيث يتعاون البلدان الصديقان في جميع الميادين السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والثقافية والصحية علاقات استراتيجية أكدتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى باريس سبتمبر الماضي والزيارات العديدة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرياض وبهدف مد أفاق التعاون السعودي الفرنسي وتعزيزها كرس برنامج حافل من الاجتماعات العليا للزيارة الرسمية إلى فرنسا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث يلتقي سموه بالرئيس الفرنسي ووزير الخارجية ووزير الدفاع والعديد من المسؤولين الفرنسيين هناك انطلاقة كبيرة وواضحة في العلاقات السعودية الفرنسية وبين جميع المؤسسات في البلدين والأمر الملحوظ أن هناك رغبة حقيقية من قيادات البلدين في بناء شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وعلاوة على تعزيز العلاقات الثنائية ستتناول المباحثات السعودية الفرنسية مناقشة العديد من القضايا الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وأمن الخليج والموضوع السوري وتسليح الجيش اللبناني والعراق والحرب على الإرهاب والملف اليمني على المستوى العسكري العلاقات مميزة وعلى المستوى القضايا المشتركة فمتفقين السعودية السعودية وفرنسا اتفاق منقطع النظير حول القضايا ذات الاهتمام المشترك قضية فلسطين الإرهاب ومشاكل الإرهاب التي يتواجه في المنطقة ويراثق الأمير محمد بن سلمان وفد رسمي رفيع المستوى يضم زراء ومسؤولين ومستشارين حيث يرأى السموه أعمال اللجنة التنسيقية العليا المشتركة السعودية الفرنسية التي تهدف إلى إطلاق عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة يلتحق بنا من باريس خبر الاقتصاد السياسي دكتور محمد الألفي دكتور محمد أهلا بك معنا إلى هذه النشرة كيف ترى ما تقوم به المملكة من تعزيز علاقاتها مع عدد من الدول الكبرى يعني تأتي زيارة فرنسا اليوم بعد زيارة روسيا أولا صباح الخير لحراتك والأستاذ المشاهدين الكرام الحقيقة تحرك المملكة العربية السعودية في الملفات الخارجية هو دائما تحرك سابت ومتزن والسياسة الخارجية السعودية لها ركائز أساسية تتحرك عليها وتحترم دائما السياسة السعودية الخارجية الأطراف الأخرى مهما كانت هناك بينها نقاط خلافية أو اتفاقية وهذا ما يميز سياسة المملكة الخارجية بالطبع مع تولي جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز مع قليد الحكم كان هناك نقلة كبيرة تتميز بالإقدام في العلاقات الرؤية المستقبلية صناعة ما يطلق عليه علاقات أو تأسيس نوع جديد من العلاقات وإمساك ملفات معينة احنا شفنا زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع إلى روسيا بالطبع كانت زيارة ناجحة جدا وكانت تشير إلى أن المملكة العربية السعودية لديها الخبرات الكبيرة في الجيل القديم ولديها جيل شاب قادر على تحمل المسؤولية لا تعلمي حضرتك مدى تأثير زيارة روسيا في الصحافة العالمية وما كتب عن هذه الزيارة بأن الجيل الجديد يتحمل مسؤولية كبيرة وهذه أيضا نقلة أحدثتها المملكة نعم ونجاح زيارة روسيا يؤثر في نجاح زيارة فرنسا إن شاء الله طيب في في روسيا شاهدنا يعني توقيع العديد من طبعا بالنسبة لي نعم طيب شاهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات في في روسيا وأسهارة وزير خارجية سعود جبير بأنه سيتم أيضا توقيع العديد من الاتفاقيات ولكن حتى الآن لم يعلن عن هذه الاتفاقيات في فرنسا ولكنها في مختلف المجالات سوف تكون بداءا على ما ذكر الجبير ماذا عن هذه الاتفاقيات دكتور محمد ماذا عن هذه الاتفاقيات وأهميتها لكل البلدين أيضا الحقيقة أهمية الاتفاقيات أنه هي أنه هي إحنا يجب أن نعلم في يعني في عجالة أن فرنسا نفسها تستثمر 15.3 من 10 مليار دولار داخل في مشروعات استثمارية في شركات داخل المملكة هناك تحجم التبادل التجاري 10 مليار دولار هناك بروتوكول موقع منذ فترة طويلة بين فرنسا والمملكة قيمته 20 مليار دولار تم تنفيذ جزء منه بـ 8 مليار دولار وتبقى 12 مليار دولار في هذا البروتوكول وأتصور أن الاتفاقيات التي ستوقع في زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان هي تكون اتفاقيات على تعزيز التبادل التجاري وتنفيذ جزء من البروتوكول وفي مجالات متعددة في قطاعات النقل وفي قطاعات الطاقة وأيضاً هيكون هناك اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري بشكل كبير نحن نرى أن فرنسا أرادت الاقتراب من الشرق الأوسط ومن المملكة بصفة خاصة وأيضاً المملكة بدلتها نفس الاختراب بحرفية وبذكاء شديد من صنع السياسة الخارجية السعودية هنا فرنسا يجب أن نوضح نقطة أن فرنسا أيضاً كانت تحاول استعادة الملفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط تحاول أن يكون بيدها أوراق هناك كانت تكاد أن تضيع الهوية الدولة الفرنسية تحت ضغط القرار الأوروبي الموحد وتحت ضغط السياسة الأمريكية على دول أوروبا المختلفة وهنا فرنسا تستعيد دورها بإمساك بملفات وتقترب إلى دول الشرق الأوسط كثيراً في ملفات الأمن في ملفات التنمية وفي ملفات التعاون المشترك وهي جادة جداً في هذا التوجه والمملكة بتحظى باحترام كبير جداً داخل الإدارة الرسمية الفرنسية وطبعاً هذا شيء محترم لما نكون في تبادل الاحترام بين الإدارات أشكرك دكتور محمد الألف في خبر الاقتصاد السياسي كنت معنا من باريس شكراً جزيلاً لك إلى اليمن حيث قصفت ميليشيات الحوثي صباح اليوم مناطق سكنية في مدينة عدن ما تسبب في مقتل أربعة أشخاص وقال شهود عيان أن الحوثيين قصفوا بصواريخ مدينة إما شمالي عدن ما أسفر عن مقتل إمرأة وأطفالها الثلاثة فيما أكدت مصادر يمنياً دلع اشتباكات عنيفة في عدن وتحديداً عند جبهة جعولة وأضافت أن الحوثيين قصفوا مدينة الشعب ومدينة الصالح في عدن وفي محافظة البيضاء شنت مقاومة الشعبية هجمات على نقاط عسكرية للحوثيين وقوات المخلوع أما في تعد فتجددت الاشتباكات في حي الجمهوري وحوض الأشرف وشارع الأربعين ما تسبب